مرحبا مع كل مشاهدينا الكرام احنا معلش النهاردة حنجاوب على سؤال واحد فقط عشان المقدمة اللي احنا اتدناها في الموضوعات والقضايا الآنية كما ذكرنا في بداية الحلقة ان شاء الله حيكون الامر اكتر ضبطا في الحلقات المقبلة الخاصة بالرد على الاسئلة ناخد اكبر قدر بس احنا نستأذن حضراتكم حنطلع الى كتابنا كتاب قلوب عامرة ثم نعود للاجابة على هذا السؤال كتاب قلوب عامرة الفكرة الاساسية بتاعته ازاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع احنا بنعتمد في الاساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال انه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الاخطاء فبنصحح الاخطاء ونذكر بيه القعدة طفل معاك انت ده لما بتحببه في الامر بيستجيب بسرعة جميلة ان القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم امين يا رب العالمين اهلا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي كتاب قلوب عامرة ما زلنا في رحاب تصحيح سورة المرسلات احنا صححنا من الآية عشرين لتمانية وعشرين واليوم بقى الكتاكيت بقى حيبتدوا ايه يعني الكتاكيت والكبر اللي قاعدين ورا الكتاكيت مش كلهم كتاكيت يعني يلا يا حلوين يلا يا أستاذ أنس عشان كان عادة زعلان ان احنا ما أراش كان الوقت خلاص فزعلان نصلحك بقى سمعنا قراءة بقى ايه منضبطة استعز بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وإلي يومئذ للمكذبين جميل ربنا يفتح عليك والتلوين الصوتي رائع وخدت بالك من الإدغام الكامل اللي قلنا عليه في الحلقة الماضية في ألم نخلق كم من ماء مهين قلنا إنه القاف حتدخل في الكاف ده إدغام كامل وحيبقى مش عندي قاف وبنطأ كاف تمام؟ يلا يلانا ألم نجعل ألم نجعل الأرض مها الكفات الأرض الأرض كفات مش آ آ مش آرض آ فتحة آ بقى مفتوحي منو شمال الأرض كفات أحياء أو أموات نشبع بس المد وعندي المد هنا مد إيه؟ ألف مد الألف كم حركة؟ أربعة أربعة لأن ده مد واجب عشان ده مد إيه؟ واجب حرف المد أهو في أحياء وراء جاي وراء همزة في نفس الكلمة يتمد أربعة حركات وجوبا أربعة حركات يلا أحياء أو أموات واجعلنا فيها رواسية شمال واجعلنا فيها را را رواسية را را هنا إيه؟ يا شروق مفخمة مفخمة ليه؟ اللي عارف السبب يقول عشان عليها فتحة؟ عشان الراء مفتوحة را 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 وا رواسية رواسية شاميخات لا 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 شاميخات إزاي؟ شاميخات وأسقيناكم ماء استعلم أو فراتة مجموعة في كلمة خصة ضغط قز العلماء بيجمعوا لنا الحروف وعملين تأسيم لها في عبارات في كلمات عشان يسهل علينا أن إحنا نحفظها فده حرف فخ ما يبقاش خاء أبدا خاء شاميخاء وتحس كده فخامة الجبال الشامخة شوفي الصوت القرآني ليه قد إيه تأثير في المعنى يحسسك بالمعنى زي كلمة حرير لباسهم فيها حرير فتحس نعومة الحرير في الصوت الرقراق ده اللي أنت بتنطقه شاميخات برضو تحس فخامة الجبال مع استعلاء الخار دي الموجودة في الكلمة وده من أسرار اللغة العربية وجماليات هذه اللغة وإعجاز القرآن الكريم الصوتي شاميخات وأسقيناكم ما أنفران برضو دول اتنين ونص ثلاثة لربع ما أن لا ما أنفرات ما أنفرات لا مش فراء فراء فرات أيوه ويل يومئذ للمكدبين يلا يسار ألم نخلقكم من ماء مهين فاجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين جميل يلا يا مريم ألم نجعل ألم نجعل الأرض ثقفات أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسية برضو كده برضو كده يا مريم الرأي يا مريم هتزعل منك وتاخد على خطرها تبقى هي مفخمة وأنا أعملها حاجة تاني صح؟ أعملها إيه؟ فخمة ولا رقيقة؟ الرأي فخمة لأ علي لي صوتك كده الرأي دي بتاعت رواسية دي فخمة ولا رقيقة؟ فخمة فخمة وجعلنا فيها رواسية شامخات وأسقيناكم ماء فرات إحنا كلنا الغنة وإيه؟ وكروتنا المد وأسقيناكم بصيل وأسقيناكم ما أنفرات جميل ويل يومئذ للمكذبين أحسنت أحسنت يلا حنونة ألم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا 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 فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين جميل يلا يا آدم ألم نجعل الأرض كفات أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفرات أنت عندك الجزئية بتاعة التنوين هنا هقول إيه؟ ماء أنفرات ماء أنفرات ويلوي يوم ويلوي مش تبقاش وقع كده الإقاع بتاعها ده تهديد للمكذب يعني الذي لم يصدق رسول الله ولا الآيات الكتيرة اللي في الكون ادل على وجود مين؟ الخالق العظيم فده تهديد مش هقوله بقى وانا إيه بنام بقى لا أبقى أمصح صح ويلوي يوم إذ للمكذبين ويلوي يوم إذ للمكذبين أحسنت يا آدم ونختم بقى بشيخ عبد الله ألم نخلقكم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا ضاد مش دال ألم نجعل الأرض أرض مش أرض لا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ما أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين أحسنت يا شيخ عبد الله الله يفتح عليك وعليك جميعا وصدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا يا مولانا حسن تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله اللهم حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين